موسيقى سنكون جسد الشخصية الحورية موسيقى 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 اللي أنكات غني مزيان وديري جاني مزيان باش أنني نقدر نجسدها شخصية غدي تكون شخصية باسيفيك بعيدة على ذاك شركة ندرت قبل هذا شي اللي يزوين فاتشي أنه كان واحد تحدي يزوين بالنسبة لي أنني غدي نخرج من الأدوار اللي كانوا شافوني فيهم من ناس قبل دونك عند أخوها أخوها كامل اللي ممتل زوين وممتل زوين وزوين في السبغ يكتشف الجمهور والحاجة اللي أجمل فاتشي وأنه من دوي الاحتياجات دونك العلاقة اللي كانت عند حرية مع أخوها هي أكثر حاجة محكاة نفات الشخصية هادي وغيشوفوا فيها الناس بزفت الناس بزفت العائلات غديشوفوا رأسهم في العلاقة اللي غدتكون كتجمع من بين الحرية والأخ ديالها لا الدور غديتعاطفوا مع هالناس بزاف تشاجكت لك دور جديد وبعدها يكون وبعد على شو جسد تقبل لا من ناحية العلاقة اللي غدتكون كتجمعني بخويا لا من ناحية شخصية زي الحرية كيفاش دايرة كيفاش كتتتعامل مع الناس كيفاش المبتغى ديالها عليش كتتقلب أشنو باغا حتى الاختيارات اللي غديتكون غديتدرهم مسلم وسلسال غديكونوا اختيارات اللي الناس غديأيدوهم وغديتعاطفوا معهم أنا فاطمة الزهرة بناصر من ديمة أنا فاطمة الزهرة بناصر من ديمة أنا فاطمة كبيرة ديالها بالنسبة لي من أحسن الممثلة لكي نفس الحل المغربية ومني تعطاتي الفرصة أنني نخدم معها ضيق حتى البرخصونات جاريغي يكون عندو علاقة مباشرة بفاطمة الزهرة بناصر اللي كتجلس الدورة للفاطمة كنت فرحانا بزياب للشيغل معها فاطمة الزهرة إنسانة وممثلة وكل شيء إنسانة طيبة وممثلة وعرة بزياب وما كتبخلش علاك بالعطاء ديالها وكتحسي بلينغ جزوينة ديالها كالي الشرف أنني نخدم معها ونكتشفها كإنسانة وربحها كصديقة ماشي أنا قديد ديما حضرة فرمدان هرغل لها بخوغغاما صوني كالطح فرمدان المكتوب جزء الأول دي كانت بخوغغاما فرمدان أوطماتيك مون جزء تاني غيكون فرمدان ودلعاب بلد حدي تهوت بخوغغاما فرمدان ماشي بالضرورة خصك تكون فرمدان بيش تبت راسك ولا هذا كيني بزيزل أعمال كدو زمن غير رمدان كنشوف فهم ممثلة شابات وممثلين كذلك شباب اللي تبرك الله عليهم تبتي راسهم وتقليل أدوار جانهم يكيدو زمن غير رمدان 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 كيبقى واحد لاب يغيوت في العام لنس كلها تتفرج ونس كلها تشوف كتر إذا صح القول ما هو السر أنني حاضرة في الإنتاجات وزع ما كيفما قلتي بصمت في الساحة الفنية في الشباب هو ماشي سر لو واحد خصو يدير الاختيارات المزيانة الأدوار المزيانة والله سبحانه وتعالى وليك يوفق تخدم على راسك راسك يكون صغير وديما تكون منفاتح على أنك تعلم حويج جدد حيث شنوم مدرتي رمزل ما تعلم تيوالو واتشين ديما اللي تنقول وخن يلا طول لها في العمرو وبقيت في الميدان عشرين عام عشر ستنين شنوم ما كان ديما بالنسب لي أنا بقيمت تعلم تيوالو أنا منزلت أن تعلم وبالصح أكن تفرج شرف راسي وكنكن نستفد من الناس اللي سابقينني بحل دب أنا معاي فتمزار بناصر معاي جابين الهوني عادي أبا تراب عبدالله عاجي تبارك الله أمين ناجي ممتنين تبارك الله عليهم مرادروا بزفة الحويج وكبرت معاهم وأنا كنتفرج فيهم يعني ديما كيكونوا وما داك المرجاع فاش كيعطوك شيخوين بغ كركن ناخدها بعيلات يابر تنصحح ويا غدا بحركة إلا كانت شخصية شوفي على حسب العمر قدر شخصية كنة شخصيات اللي أتصروا فيها بزف هاي الشخصية مني كتبتليها راكت تاخديها بالأمراض العقلية ديالة بالصح إلا كانت شخصية دغانجي راكي أتتر فيك تاخديها بالأحزان ديالة بالجروح ديالة بالبصي ديالة راكي كتقمصي قدر الإمكان باش أنه توصلي الإحساس أصانبوخصان المشاهد المغربي هاتشالش هناك يكون الفرق ما بين ممتيل وممتيل هو المستقية في الآداء شحل ما تقمصي شخصية مزان وعشتي معاها وعطيتها حقا شحل ما تقلصق عليك دونك أنا بص حكيني شخصيات اللي كان عندي صعوبة بأنني نتخلص من شخصية من مورة تغناج حيث الشخصية كتاكل منك بززر دونك بص حكيني شخصيات اللي بقدر ما قاسوني بقدر ما ضرروني بقدر ما كان عندي مشكل أنا نخرج من شخصية من مورة تغناج بيانسور أنا على قبل بزاف الأدوار ضعافت وغلاضيت على هاد الدور هاد رأى إلا لحظتو في المسلسة الأخر مرة شاكني شافوني النس في المسلسة المكتوب كنت زايدة شوية في الوزن على دابا دابا ضعاف من المكتوب على حسب شخصية على حسب اللي تا سوسيال على حسب شنو كتا تعاني الظروف ديالها كده كده شخصيبين حتى على الكنديسان فيزيك ديالك دونك ويعطيح قديس حلق الشعر علش الله إلا كان السيناريو استاهل إلا كان السيناريو استاهل وكانوا دوروا في استاهلوا والكنديسان الملائمة أنك تدير هادشي ووحد السيناريو غديقيس الناس وغديمشوا بيبعيد علش الله شوف أنا مشيك نخاف من الرد فعل جمهور المغربي بينسور الرد جمهور المغربي وكاني عندي واحد عائلة ورأي عندي بابا عندي ماما عندي ناس اللي قبل أصلا ما كان نختار شي دور كتك نتشاور معهم إذا تبقوز علي الشيناريو لشي منصة عالمية بيانسو كل ما غدي شي بغي تفتح لأبواب العالمية علش الله ولكن الواحد خصو يتريد تشاور خصو يقرى السيناريو خصو يقرأ الدور تدعية جوله أشو غدي زيدني إلا درت هذا الحاجة وش غدي تزيدني شي حاجة وبيانسو كنتشاور أنا ديمة نتشاور مع الفامي دي دونك هما ما 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 وهو لن أشتري failure لم أحسن أظن مهلا لأ ا عالمية من أبواب مفتوحة لا 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 رمضان هنا هنا لا لا قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب